والبداية ستكون مع دكتور نصر الدين العبيد دكتور أكثر من 750 مليون شخص كما ذكرنا في هذا التقرير المعلوماتي لا يصدون جوعهم حول العالم في هذا العام ما الذي يمكن تقديمه لهؤلاء في ظل كل المعطيات الراهنة على الساحة الدولية بسم الله نشكر الحقيقة التلفزيون الأخبارية القاهرة بهذه الجهود الكبيرة للقاء الضوء على أهم موضوع الحقيقة في العالم الآن وهو موضوع الأمن الغذائي والنظم الغذائية وأيضا هذا الحضور المتميز لمساعدة الأمين العام الفاو الأخ العزيز عبد الحكيم والأخ عوني الرئيس المنتدى الزراعي الذي أيضا يلعب دورا رئيسيا في هذه المسألة نحن الآن الحقيقة خلال هذه السنوات الثلاث العجاف كان هناك ثلاث تحديات كبيرة مرت فيها العالم أجمع الحقيقة كانت كوفيد 19 وبعدين صار عندنا التغيرات المناخية بشكل واضح جدا للغاية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على هذا العدد الكبير الحقيقة من نسبة لتأمين الغذاء وازدياد عدد الجياع في العالم لا شك أنا دائما مؤمن تماما بأن هناك إمكانيات كبيرة في العالم للاستفاد منها من أجل حجد الجهود لتأمين سلاسل الإمداد وسلاسل الإنتاج وسلاسل التصديع الزراعي في العالم الآن الجفاف الآن عندنا ندرة المياه تشوهات هطول الأمطار فيجب علينا أن نعمل جميعا كل الهيئات والمنظمات العاملة في هذا المجال دوليا وعربيا للحد من تأثير هذه التحديات الثلاث والحقيقة نحن نعلم تماما بأن هناك كانت أهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة الهدف الأول كان هو مكافحة الجوع والهدف الثاني كان مكافحة الفقر وبالتالي عرج على التنمية الريفية على موضوع المياه الموارد الطبيعية لكن أنا دائما أركز على الهدف السابع عشر اللي هو إيجاد الشراكات والتعاون والتكامل ما بين القطاعات العامة والخاصة والهيئات والمنظمات الدولية والعربية لأننا نحن من أقليمنا شمال أفريقيا لأقليم العربي مساحة كبيرة جدا وأيضا يزداد في عدد الجياع لأنه مناطقنا مناطق هشة ونعتمد بشكل كبير الحقيقة على الاستيراد الحبوب الحبوب